وإلى شأن آخر حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وذلك لمناقشة عملية هدم السلطات الإسرائيلية لمباني فلسطينية في حي واد الحمص في سورباهر بمحيط القدس وذلك لاستصدار بيان من المجلس حول ذلك وكانت السلطات الإسرائيلية باشرت صباح أمس بهدم عدد من المباني الفلسطينية في حي واد الحمص بناء على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية والتي رفضت التماس السكان اشتركوا في القناة